من أسباب الحسرات أن يوجد في القلب أمراضا تحرمك من اللذة والسعادة والسرور وهل يوجد هناك أمراض تحول بين الإنسان وبين السعادة وبينه بين الفرحة وبينه بين الإنبساطة وتورثه الحسرة وتورثه الحزن يوجد أمراض أحبابي أقسم بجلال الله أن العبد الذي في قلبه أحد هذه الأمراض لا يمكن وأتحداه أن يعيش سعيدا الفرحة حرام على قلبه ويوجد بعض عباد الله الله كتب وأفرغ على قلوبهم الحسرة وعلى قلوبهم الألم وفي قلوبهم الندم وفي عيونهم دمعة وفي وجوههم سوداد مع أن الله فتح لهم أبواب الخير من الأموال والأرزاق مرتفع نسبه مرتفعة وظيفته ماله بالأصفار الستة وما بعدها زوجاته أبناؤه أمواله ويعيش الحسرة سببها أدواء القرب أمراض القلب وأعيدها وقد كررتها إن مرض القلب الذي يوصل إذا وصل إلى قلبك أحد هذه الأمراض لا تعيش سعيدا ولذلك تلجئ بعض الناس يقول يا شيخ هذا يصلي معنا كل صلاة وأول من يدخل المسجد هو لكن أعوذ بالله في وجهه غضب وفي وجهه حزن وفي وجهه هم والناس ينفرون منه ولا يحبون القرب منه وإذا خرج من المجلس تهلل أهل المجلس وفرحوا وإذا خرج من بيته إن شرح صدور أهله ما الذي فيه ظاهره الصلاح فيه أمراض سرطانية كبائر موبقات قيح أو رام في قلبه تحرمه السعادة وتورثه الحسرة ومن ذلك الأدواء المعروفة كبر بغض حسد رياء غيبة هذه الأدواء التي يروجها الشيطان على بعض الصالحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر